طيب هرجع بقى المواد اللي انتهيتوا منها وبتناقش ايه لكن سادت اللي هو طبعا اسفع تخير حضرتك بس اكيد حب تسمع بقى الناس يبتشتغل ازاي ايه اهلا وسهلا بحديك يا سادت اللي هو مشارك اهمية القانون ده وحضرتك تتمنى يبقى القانون شكله عامل ازاي او يركز على ايه تحديد هو حضرتك احنا بنمر يعني بما يمكن ان يسموه بقرة الازمة في اصلاح المحليات دايما حضرتك عرفة الازمة بتصل الى مراحل تطور لحد ما بتصل لمنطقة اسمها البقرة مسألة البقرة دي بتتركز فيها القوة الدافعة والقوة المقاومة وده طبعا وقت بيضع مصئولية كبيرة جدا جدا ليه وده على فكرة العالم كله من نجح في تجاربه ومن فشل مر بهذه التجربة اللي حسم امره وتفهم طبيعة العصر اللي هو عيشه انتقل الى تجربة احنا انا دايما باشعر في المناقشات حتى اللي بتجهز في معاهد علمية لمناقشة هذا الموضوع ان اللا نافية في المركزية دي عاملة مشكلة لانها بتخلي بعض الناس تتصور ان اللا مركزية هي مضاد للمركزية وده غير صحيح بالمر اللا مركزية في الدول الوحدة السياسية البسيطة زي اللي احنا فيها وليس الدول الفيدرالية هي عملية تنظيم الاعمال ما بين السلطة المركزية وما بين السلطات الاقليمية بحيث اني ما يحصلش تكرار ولا يحصل تباين بس تبدل السلطة والقرار بشكل مركزي السلطة السلطة اشرافية وليس دخول في التفصيلات يعني حضرتك انا لما بنقل السلطة لما بعمل عملية نقل السلطة وهي احد وسائل الانتقال للادارة وتنظيمها بين الحكومة والاخليم لما بعمل عملية نقل السلطة بعملها فيما يخص ادارة شؤون المحليات لكن بتبقى اشياء اخرى مركزية يعني لانها ادارة دولة يعني القوات المسلحة دي ادارة دولة القضاء ده ادارة دولة حتى الري ادارة دولة لانه بينظم عمليات الري وغلية ما هو يختص بعملية تنظيم دي الدولة لكن فيما عدا ذلك بقى من العمليات في اختلاف طبيعة الاماكن اللي هي موجودة كلما جعلنا المجتمع نفسه وهنا انتقال ليس من وزير لمحافظ على الاطلاق ده انتقال من وزير الى قوة الاقليم قوة الاقليم المحافظ الوحدات المحلية المجالس الشعبية المحلية وصول المواطن العادي اللي هي انتخل القطاع الخاص ولذلك لما دستور لما نص على المركزية الاقتصادية ده تتطلب اعادة تنظيم القوانين اللي تجعل القطاع الخاص ليس يعني يعمل لدى قطاع الاعمال ولا السلطة الرسمية ده شريك بيتكامل معاه هو بالجماعيات الاهلية بحيث ان التفاعل يتم طيب نسهل المسألة كده بأمثالة على الارض حدا يكنت ماسك الملف ده كوزير تنمية محلية فعارف كويس قوي المشاكل بتبقى عاملة ازاي وبتيجي منين لما نحب نغير الصورة دي والصورة الزهنية كمان اللي موجودة عند المواطن العادي كمان كنت محافظ يعني من ناحيتين شفت عملية ان المسألة بتبقى عاملة ازاي اعالج الكلام ده ازاي في القانون من اول النظام الانتخابي وصولا للصلاحيات المعطال المحليات انا عايز اوضح النقطة اللي حضرتك قلتيها دي بالزبط بمثال انا حضرته الحقيقة دايما بيخفز قصاد عيني كلما تكلمنا في هذا الموضوع واختما يعني كنت اتحمل هذه المسئولية كانت وزيرة التخطيط في هذه الحكومة السيدة السفيرة القديرة الاستاذة فايزة بنهاك فعملت كنا في 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 اتجاه لاعداد الميزانية فقالت طيب قبل الموازنة قالت قبل ما نعمل موازنة خلونا نقعد ونجيب الناس الرئيسيين في وزاراتكو نتكلم في تقييم الميزانية اللي فاتت يعني اللي احنا وصلنا لها قبل ما نتكلم بقى في تخطيط موازنة جاي تمام وكان الاجتماع ده حضر فيه مجموعة من الوزراء كان فيه سيد وزير التربية والتعليم كان فيه سيد وزير الصحة سيد وزير التعليم العالي سيد وزير التجارة الصناعة وكنت فيه يعني كانت مقسمهم أجزاء عظيم في هذه الجلسة أنا لقيت أحد وكلاء وزارة الصح اللي ماسك مسألة الصيانة المستشفية بيتكلم على أنه بيتحمل عبء إدارة الميزانية بفكره الإداري المتميز في أنه هو بدل ما يوزحها على السبعة وعشرية وكانوا وقتها تسعة وعشرين محافظة بدل ما يوزحها عليهم هو خلاها تحت إيده وبيشوف الأكثر احتياجا ويديله أنا سألته في هذا الموضوع قلت له حضرتك هل عندك تقييم لمدى السوق اللي في المستشفيات ومدى احتياجها عارف أن فيه مستشفيات الصرف الصحي ضارب فيها على المرضى اللي هما موجودين فيه طيب مين اللي مسكن مديريات دول اللي مسكن مديريات دول أطباء زي حضرتك وكلاء وزارة بعضهم أقدم من حضرتك اللي هما موجودين عايشين بقى في المحافظات اللي هما فيها مين أقدر حضرتك أقدر إنك تقول دي أولا ودي أولا الأرض ولا وكيل الوزارة الطبيب المختص اللي عايش تجربة محافظته ده طول الوقت إزاي حضرتك تدي نفسك حق أن تمنح وتمنع زي كده الوالي بتاع زمان ده وليه نعم وتمنع الناس إنها تصلح وخصوصا أنا عندي بيانة هو بعدد الاحتجاجات وعدد ما تعرض ليه مديرين الصحة بتاعكم نتيجة لخصور إمكانياتهم عن إنهم يعالجوا حاجات أساسية ده بس مثلا يبين الفرق بين المركزية واللمركزية